السلام عليكم ازايكم اده كاتر عاملين ايه يا رب نكونوا بخير معكم مهرة قفت والنهاردة باسم الله هنراجع على شابتر الشيست فكله يفتح الكتاب على الشابتر ويلا راجع مع بعض قبل ما نبدأ ما ننساش ندار زمانينا ربنا نرحمهم يا رب يجاء العمل ده في ميزان حسناتهم جميعا اه نبدأ باسم الله اول حاجة احنا كلمنا فيها في شابتر الشيست عن دي سيز او حاجة اسمها الكروب وقلنا ان الكروب ده عبارة عن دي سيز بيعمل ايه وان الدفنشان بتاعه عبارة عن دي سيز بيحصل فيه لارينجيا الاديمة وسباز يعني اللارينكس بتاع التفل بتكبر في الحجم او بتبقى سميكة وكمان بتضيع فبالتالي التفل ده بيبقى عنده مشاكل في التنفس بيبقى عبارة الاعراض اللي تبقى عنده بتبقى عبارة عن كف كحة وكمان بيبقى في حاجة اسمها آآ يعني صوت كده بيطلع مع النفس وبيبقى فيه صوته بيبقى مبحوح وكمان بيبقى معي آآ ممكن يبقى معيه تمام طيب ده بالنسبة للدفنشان بتاع الكروب بعد كده اتكلمنا عن ايه هي الاسباب بتاع الكروب ده بيحصل نتيجة ايه فاحنا بالتالي عايزين نعرف ايه هي الحاجة اللي ممكن تعمل اديمة وسبازمة في اللانكس قلنا اول حاجة ممكن يكون السبب ده يعني فيه ارجانزم دخل في اللانكس وعمل فيها حصل استجابة لكده وده ده قدى ليه اديمة وسبازمة في اللانكس وفيه اسباب تانية يعني اللي عمل آآ دي او عمل ازبازمة وقديمة في اللانكس ما كانش ارجانزم ده اكل حاجة تانية نبدأ اول حاجة اه احنا كلمنا عن ثلاث حاجات اول حاجة حاجة اسمها وقلنا ان ده بيكون سببه اه ان اه في بكترية اسمها هي اللي راحت على هي اللي راحت على وعملت تانية حاجة معينا حاجة اسمها ده اللي هو ايه ان فيه فيروس معين هنعرفه اه هو ده روح برضو هو السبب ده وثالث حاجة معنا كلمنا عنها هي دول التالت دول تكلمنا عنهم بالتفصيل آآ ودول الاسباب اللي هي اللي بتعمل ومهمة جدا وبيجيب اسئلة فيها هنتكلم عن كل واحد بالتفصيل اول حاجة قلنا ان السبب اللي بيعملها حاجة اسمها وقلنا من الحاجات المميزة لها ان هي بيبقى معها لان هي بكتيريا والبكتيريا دي بتطلع تكسنس فهي تكسنس دي بتمشي في الدم وبتعمل تكسيميا لو جينا اخدنا عيين الدم من الطفل ده هنلاقي عنده في تكسيميا تاني حاجة برضو بتميزها ان لو جينا نفحص بتاع التفل ده هلاقي عنده تمام وكمان لو جينا نفحص بقه يعني جينا فده قلنا له يفتح بقه كده وعملنا بالتونج دي بريسور آآ هنلاقي فيه وايت او جريش وايت ممبرين موجودة على من ورا ودي اكتر حاجة بتميز آآ تمام لما نشوفها هنتأكد خلاص ان التفل ده عنده الكروب اللي عنده ده والاعراض اللي عنده دي بسبب طيب آآ برضو آآ لما نيجي نعالجها قاله ان احنا بنعالجها آآ طبعا عشان فيه تكسيميا فاحنا بنتدي وطبعا عشان هي آآ بكتيريا فبنتدي ايه دي بنسل لنا تمام كل ما من الانوايا الانتي بايودكم تمام طيب آآ ده بالنسبة ليه querer زي ثري او اول حاجة معانا تاني حاجة معانا اللي ويه الفيرل الكروب بناء طبعا احنا تكلمنا عنه وانا ان ده من اشهر الحاجات او لاشهر حاجة بتيجي في الكروب يعني اشهر هاجة بتعمل القروب هي الفيروس تمام فاشهر هاجة بتعمل فيرو الكروب هو ال manipulated virus第 ده اه هو اشهر مبيعمل فيرو الكروب فيه فيروز اس اني بتعمل زي مسلة الانفروانزا فيروس والار اس فيي اللي هو سبيراتري سنسيتشال فيروس والميسلز والاليني فيروس دي برضو انواع تانية لكن اشهرهم هو البارا انفروانزا وقلنا الفرق ما بين البارا انفروانزا والانفروانزا تمام عشان لو جي جوهم الاتنين في اختيار تبعرفين ان اشهر حاجة هو البارا انفروانزا تمام? طيب اه قلنا برضو ان هو كومونس طيب فكروب زي ما احنا اتكلمنا واشهر حاجة بقى بتميزه يعني اللي خلينا نحلف ان ده او مش نحلف قوي يعني نخينا نشك ان ده فيرل مش مش بكتيريا ان احنا هنلاقي الطفل ده اه مامتو هتيجي تقول ان هو جاله اعراض قبل كده يعني قبل ما يجيله مشكل في التنفس لأ جاله قبل كده اه راينايتس تمام بسميها بردرومة اوف راينايتس الطفل ده جاله رشح تمام اه وسيلان في مناخيره تقريبا لمدة يوم او يومين قبل ما تظهر عليه الاعراض التنفسية فدي حاجة برضو مميزة للفيرل انفكشن اه بعد كده اه برضو ملاقي عليه حوالي ثمانية وثلاثين وكمان بيبقى معارس بيراتري دسترس اه كمان يا شباب اه لو جينا نعمل اه اجزامنيشن باللارينجسكوب هلاقي فيه اديمة للبوكل كوردس وده اللي بيعمل اه برضو اه لو جيت طلبت منه سي بي سي هلاقي الليكوسايتس عنده يا جمع عشان نحد لو حد طلبه في النقطة دي الليكوسايتس بتبع عالية تمام لانه النورمال اه النورمال رينج بتاع الليكوسايتس بيبقى من اربعة ونص لحد واشر الف فبالنسبة لخمس واشر الف ده يعتبر كتير هو هنا بيقول لك ان الليكوسايتس بتبع عالية بس ما بتبقاش اعلى من خمس واشر الف تمام فهي بتبع يعني مثلا ممكن نلاقيها اربعتاشر اه ممكن اقصد نلاقيها تلاتاشر من تلاتاشر لحد اربعتاشر كده تمام اه فده بالنسبة لليكوسايتس طيب اه لو جينا برضو نشوف برضو في السي بي سي هنشوف حاجة اسمها سي ار بي ده هنلاقيه نيجاتيب لان دي فبالتالي ما بيبقاش عالي فبالتالي بيبقى نيجاتيب تمام طيب ده بالنسبة لايه ده بالنسبة ليه طيب اخر حاجة معنا بقى في اللي هي الابيجلوتايتس الابيجلوتايتس ده قلنا انه هو بيبقى اه او الوجانيزم بيروح يأثر على الابيجلوتايتس ده اللي لسان المزمار وده قلنا ده بينظم الاكل يعني دخول الاكل مثلا ما فيه لو شخص بيبلع اكل او مية فبالتالي هو بيفتح فعشان يعدي الاكل من المية ده يعده في ولكن لو هااا الشخص ده اه قصدي يعني وقتها لما عشان خطر الشخص ده يبلع الاكل من المية الابيجلوتايتس ده بيسد التراكية او بيسد مجرى التنفس عشان الاكل والمية دول ما ينزلوش فيه فيحصل مشكلة لكن شخص اللي عنده طبعا ده بيبير عنده الابيجلوتس كبير جدا في الحاج وده طبعا هيعمل مشاكل في التنفس بالاضافة لمشاكل في البلع تمام فنفتكر كده ان الابيجلوتس بيأثر على التنفس والبلع فبالتالي الشو الطفل ده هيبير عنده مشكلة في الحاجتين طيب الابيجلوتايتس ايه اللي بيسببه اشهر حاجة بتعمله اللي هو اه 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 طايم بي بكتيريا تمام ده نوع من انواع البكتيريا وننفرق مميق المصطلحات هي مفلس انفلونزا ده نوع من انواع البكتيريا تمام طيب اه هو يعني الحدوث بتاعه مش مش قومن قوي زي طبعا الفيرل اكتر حاجة اه منتشرة ولكن هو يعني لو حصل بيبقى سيفير جدا الاعراب بتاعته بتبقى قوية بيبقى معاه اه اكيود فيفر بتبقى حوالي اكتر من اربعين وبيبقى معاه سيفير توكسيميا قريدي طبعا عشان اللي بيسببه بكتيريا كمان بيبقى فيه حاجة اسمها درولنج يعني الطفل ده بيبقى عنده سيكريشنز بتنزل منبوء اللي هو بالمعنى العرب يعني بيبقى عنده ريالة بيريل تمام وكمان بيبقى فيه سيفير ريس بيراتري سرس وبيبقى فيه سيبتيكت شوك وممكن كمان اه عشان خطر اه الاعراب بتاعته بتبقى سيفير جدا ان احنا ساعتها نعمل اه تراكيل تيوب تمام وبيبقى فيه كمان لو خطس اعمينة من الدم عشان السي بي سي وكده هلاقي فيه ماركت ليكو سايتوزيس ليكو سايتوزيس تبع عليه هنا اعلى من خمسة واشر الف وكمان بيبقى فيه بوزتيف سي ار بي تمام طيب ده بالنسبة ليه الايه الانفكشة سكوزيس اللي هي دف سيريال رينجايتس وبيرا كروب ايبي ملوطايتس بتاعته مهمين والمهم نعرف الفرق والحاجة اللي بتميز كل واحدة عن التانية طيب بعد كده انه انفكشو سكوزيس بقى انه انفكشو سكوزيس احنا عندنا اه حاجة ايه اه حاجة اللي هو سبازموتي كروب تمام هنعرف برضو يعني ايه والفورين بادي اسبريشن والارينجو ماليشيا ممكن لو التفل ده حصل له تروم او برضو يعمل له كروب ولو فيه تيومر او حاجة في اللاركس تمام ممكن برضو الهايبوكالسيمية تعمل ايه كروب تمام طيب دي اسباب انفكشو سكوزيس طيب اه اتكلم انفكشو سكوزيس بالتفصيل عن حاجتين بس اللي هم من اسمها يعني بيحصل اسبازم في اللارينجس تمام طيب اه اسبازموتي كروب ده غريبا بيسبب بتاعه اكتر حاجة بتبقى يعني الطفل ده عنده حاسية من حاجة معينة شمهة او حاجة او دخلت في مجرد تنفس فعملت له اسبازم في اللاركس فبدا اسمه اسبازموتي كروب ممكن تيجي او حاجة تعمل اسبازمو برضو لكن اشهر حاجة هنا لقيه الالرجي طيب اه اللي بيميز اسبازموتي الكروب ان الطفل ده ما بيجي لهش فيبر ما بيبقاش عنده فيبر تمام على عكس الحاجات التانية اه هنا كمان بيميزه ان هو الاعراض دي تيجي للطفل يعني خاصة ان هو نايم الاعراض دي بتصحيم النوم كمان الاعراض بتستمر من ساعة لتلات ساعات خلاص وبرضو من حاجات اللي بتميزه ان هو بيبقى في بوست فاميلي هستوري يعني الاعراض دي بتبقى موجودة برضو في اه اخوه مسلا اخو بيبقى عنده جاله نفس الاعراض دي قبل كده او اي حد من يلته فبيبقى في بوست فاميلي هستوري هنا في الاسبازموتي الكروب طيب اه بالنسبة بقى للارينجو ماليشيا دي من اسمها اه لارينجو يعني لاريكس وماليش يعني ضعف في المصر زي بتاع اللاريكس تمام فعنده اللاريكس ضعيفة فدي حاجة دي اول حاجة الطفلة بتولد بيها فبالتالي اللي بيميزها ان الاعراض بتبقى موجودة يعني بيعنده اعراض بكروب عادي ولكن الاعراض دي بتبقى جيله من ساعة ما تولد ما بتقول انا ابني الاعراض دي عنده من ساعة ما تولد فده بيخلينا نميل اكتر ان الطفل ده عنده اه او اه تمام طيب اه الاعراض دي بتزيد عليه اكتر اه بقى الفيدنج يعني ان ميجي يرضع او ياكل اعراض دي بتزيد عليه وبتقل اه لما بينام او اه في البرون بوزيشن تمام طيب اه الطفلة ده ما بيحتاجش علاج او ان انا اكتب له علاج او حاجة لان الاعراض دي بتخفي خلال اول سنة تمام ده طيب ده بالنسبة عليه اللي هي لازموت الكروب والارينجو ماليشي بعد كده بتاع الكروب عموما انه في الكروب اه طبعا الطفل ده عنده مشكلة في التنفس فبالتالي هتدي له اه او او وهتدي له جلسات تمام جلسات زي الادرينالين او اه وهتدي له استيرويد زي عشان طبعا تمام وكمان هتدي له اندوتراكيال تيوب ممكن ده في الحالة اللي هو سبير اوي خاصة بتيجي مع بحتاج اندوتراكيال طيب اه بالنسبة لسبيسيفيك تريتمينت بقى الفيرل قال لك الابيجلوتايتس اه او الفيرل كروب اسور الابيجلوتايتس ده بدي من الطفل سيفوتاكسيم او سيف اه تريكزون مضاد حيوي قوي تمام عشان الطفل بيع اه عنده سبير يعني الموضوع بيعنده سبير اوي اه في حالة الديفسيريا بدي انتيتوكسين وبنسلس زي مكننا في الاول وفي الهايبو كالسيميا بدي ايه بدي اي في كالسيوم اه والطفل ده عمل او حاجة ساعتها بشيله او بشوفه بالبرونكوسكوب تمام طيب ده بالنسبة لايه ده بالنسبة باختصار الكروب اه اللي هو المجسم ده او المخطط ده لهم موضح لكم او لامن من الحاجات المهمة في الكروب فلو انتو عايزين برضو ايه تراجعوا منه هيكون كويس طيب ده بالنسبة الكروب برضو اه هنا بيقول لك ازاي اااي الكوز بتايع الكروب اول حاجة عندنا لو فيه بغض النظر على الكلمات اللي هي متحرقة ده دي يعيب اه مطبع عادي فالداتا بس ديه في الزبط دلوقتي اول حاجة بيقولك لو طفل جاي ازاي بقى شخص كروب يعني عشان قطر لو جاء لكم كيس او سؤال او حاجة يعني او في الحالة عملية عموما. فانت لو جالك طفل ماشي آآ بكوحة دي الاعراض اللي هي معروفة بتاع الكروب. خلاص? طيب ازي لك يا دكتور شاطر قدر احدد السبب بتاع الكروب ده من غير مسلا ما اعمل له حاجة. تمام? اول حاجة قالك لو الطفل ده آآ لعيت وانا بعمل له كده لقيت في وكمان بلاقيت فطبعا دايقة كلي ان الطفل ده عنده عدوى بكتيريا اللي هي ديفسيريا. تمام? وساعتها هطلب منه سور الدم. عشان خطر هشوف التوكسيميا. وكمان هشوف هاخد كده من السروت. تمام? عشان خطر هشوف الارجانزم وتأكد فعلا ان هي ديفسيريا. تمام? طيب تاني حاجة لو آآ في برودرومة من الراينايتس. لو مامتو جات قالت ان هو الطفل ده جاله آآ راينايتس آآ يوم او يومين. وبعدين دخل في اعراض التنفس. ساعتها هميل اكتر ان هو عنده وهطلب منه سور الدم. عشان خطر اشوف اللي هيكو سايتس. هلاقي اللي هيكو سايتس عالية بس مش اعلى من خمس واشر الف. آآ وهلاقي كمان نيجاتيف. طيب تالت حاجة ان انا آآ لو لقيت الطفل ده عنده اكيوت فيبر اكتر من اربعين. يعني حرار عنده اكتر من اربعين. وفي سيفير توكسيميا. خلاص? وفي درولنج يعني فيه ريالة. وكمان ممكن ان يبقى عنده شوك او دخل وفيه سيفير رسباراتري دسترس. فالاعراض الجمدة دي قوي. دي خلاص بعميل اكتر ان هو عنده تمام خاصة لو التفل عنده مشكلة في البلع. وفي زي ما قلنا مع عراض التنفس وهطلب سوري الدم. هلاقي اللي هيكو سايتس بتاعته اعلى خمس واشر الف. وفي بوستف سي ار بي. ده هيأكد لي ان دي بكتيريا مش ويروس تمام. طيب. بعد كده لو ما لقيتش في فيبر خلاص لو التفل ما عندهش فيبر لما انا بقس له حرارة كده ما فيش فيبر. والاعراض دي بتجيله خلال آآ البيدنايت هو نايم وفيه بوست الفاميلي هستوري ده هيخليني يعمل اكتر ان فيه كروب خاصة لو الاعراض بتصحي منه وفي حد من اخواتي وجالوا نفس الاعراض قبل كده ساعتها هشوف ايه آآ او هفحصه باللارينجوسكوب هلاقي فيه لارينجيا لسباسب بعد كده آآ لو الاعراض دي مامتو قالت ان هي جيله من ساعة ما تولد وبتزيد بالفيدنج وبتقل بالسليب ساعتها هشوف ان دي خاصة لو الاعراض من ساعة متولد زي ما قلنا والتفل ده مش بعمل له حاجة عشان الاعراض بتقل مع الوقت وبتروح خلال سنة. تمام? طيب. فالسلايت زي آآ حلوة لو انتو آآ مسلا آآ عايزين تشخصوا السبب بتاع الكروب ولو جاي لكم مسلا آآ كيس او حاجة آآ تعرفوا ازاي تفرقوا. تمام? طيب. نيجي بقى لتاني حاجة احنا خلاص خلصنا كروب. تاني حاجة كلمنا عنها حاجة اسمها آآ برونكيولايتس. تمام? وقلنا البرونكيولايتس ده بتاعه هو عبارة عن في البرونكيولز من اسمها. هو بيجي برضو آآ في البرونكيولز اللي هو اللي موجودة عندنا في اللانج. وبيحصل فيها فبيحصل فيها تمام? السبب بتاعها او اشهر حاجة بتعملها هو ده اشهر كوز بيعمل ايه? برونكيولايتس. بعد كده بتاع البرونكيولايتس اول حاجة الفيروس طبعا بيروح على آآ برونكيولز دي. فنتيجة لذلك الاستجابة المناعية بيحصل فيها ونتيجة ده بيحصل ازيمة فبيحصل لها بعدين والهوا اللي داخل الانفلو بيبقى اكتر آآ من الانفلو وبيقى فيه ايه? بيقى فيه الانفلو زايد عن مفيش اوتفلو. يعني الهوا داخل ومش عارف يخرج خلاص الهوا اللي داخل مش عارف يخرج فبالتالي لانجة عملتها عبي هوا فيحصل فيها او حاجة بسميها انفيزيمة وكمان آآ هيبه فيها ايبر كابنيا وهيبوكسي. هايبر كابنيا اني هو زيادة في وهايبوكسي هنقص الاكسجن. ليه? لان الهوا داخل خلاصه مش عارف يخرج. تمام? طيب. آآ ده بالنسبة لايه? ده بالنسبة لايح الباصجينيس. بعد كده على حسب السيمتوم والساينس. السيمتوم هلاقي الطفل ده عنده وفيه 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 طب يبقى فيه عشان دي برر الانفكشن. تمام? برده والكاف عشان دي اعراض تنفسية عادي. دي اكيد ليه? عشان خاطر هو احنا قلنا ده بيحصل في ونفتكر ان دي حاجة من ضمن تمام? هي بتبقى عاملة شبه المصورة كده وعملة شبه الزموارة. لما بتتسد طفل وبيتنفس بيحصل شبه تزيئة او صوت زموارة كده. بسميها الويزيز. فلويزز هنا مميزة جدا لان هي بتحصل في برونكيولز والبرونكيولز دي شبه الزموارة. فتكر زموارة فبيحصل ويزيز. تمام? فدي حاجة مميزة عشان لو جالكم كيس وفيه ويزيز. تمام? بيحصل في ايه? في البرونكيولايتز دي. طيب الساينس بقى اللي بتظهر بلاقيه فيه تاكبنية. تمام? طفل ده بيعند تاكبنية بيتنفس بسرعة. ببص على الشست بتاعه بلاقيه فيه انتركوستال بيبقى في حاجة اسمها جرانتينج تمام? جرانتينج يعني ده صوت كده بسمعه كنت بعتلكم فيديو دي. وطبعا بيبقى فيه ويزيز آآ بحسها باقيه لي وممكن كمان اسمعها بالسماعة وبالنسبة يعني وانا بسمع بالسماعة كده النفس بتاعه ما في دي كريز بالاقص وكمان بقى ممكن احس تمام? طيب. بعد كده عندنا بالنسبة اول حاجة ممكن تكون بليكات انه هو يحصل ممكن الطفل ده يجيدي لانه هو مش عارف ياخد نفسه ومش عارف يأكل او يشرب حاجة. فممكن يجي له تمام? وآه تمام? ممكن كمان آآ برونكونيمونيا. ماشي يمكن دفر داية. يجي له آآ برونكونيمونيا. الاعراض تتهور وتوصل لآآ برونكونيمونيا. وكمان يبقى فيه متابوليك اسيدوزيس. دي برضو من ضمن الكومليكيشن. وبرده ممكن يجي له يحصل تمام؟ طيب اللي هو ايه الاروة هيتسده خلال خلاص. بعد كده الانفستيكيشنز اللي بعملها عشان اشخص البرونكيولايتس. طبعا آآ الاكسريشس ده اساسي خلاص. هلاقي هايبر انفليشن او انفيزيم هلاقي اللونج كبيرة جدا متعبية هوا. وهيبقى فيه لانج كولابسة ممكن هلاقي لانج كولابس في ناحية خاصة في الرايت ابر لوب تمام? بتاع لانج. آآ بالنيزوفارينجل اسبيريت لو خدت نيزوفارينجل اصبيريت. تمام? هلاقي آآ الانتيبودز بتاع الفيروس ده موجودة. خلاص آآ تمام? طيب التريتمنت ابقى انا بعالج البرونكيولايتس ازاي? زي اي حاجة بتسبب على التنفس او بتاعي مشاكل في التنفس لازم ادي اكسجين اكسجينيشن وبعدها عشان خاطر الطفل داي بي عنده دي فاهم حاجة بعملهم هم الاكسجينيشن والايه? والهايدوريشن في حالات البرونكيولايتس. كمان بدي جلسات خلاص آآ زي ايه? زي الادرينالين والسالبيتامول خلاص. وآآ بدي برضو ماشي اللي هي الجلسات اللي احنا قلنا عليها دي الادرينالين والسالبيتامول خلاص. وبيدي انتيبيوتكس برضو عشان خاطر آآ بيحصل ساكن دي بكتيريا الانفكشن دي من ضمن الكمليكيشن ممكن يحصل ساكن دي بكتيريا الانفكشن. وآآ بدي برضو انتيفيرل خلاص واشهر انتيفيرل بديه اللي هو الريبافارين. الريبافارين ده برضو اشهر انتيفيرل بديه في حالات البرونكيولايتس. تمام? وممكن اعمل اندوتراكيال ايه? انتيوباشن. خلاص? آآآ ده مرضو في الايه في السيفيركيز. ده بالنسبة للسيتمنت. اخر حاجة بروفيلاكسس قلنا آآ بدي ريسباراتور سينسيتشال بيروس انتيباديز. تمام? ده كان بروفيلاكسس بقى يعني خلاص الطفل ده انا عالكته مبدئيا. عايزة بقى ان هو يمشي على علاج وقائي. عشان ما الاعراض ما ترجعلوش تاني بتديرو حاجة اسمها الباليفيزوماب. الباليفيزوماب ده اللي هو آآ آآ انتيبادي. خلاص. آآ ده آآ بديه للطفل وبيبقى في حالة آآ كونجينيتال سيانوتك كارت ديسيز تمام? لو الطفل عنده كونجينيتال سيانوتك كارت ديسيز ما ينفعش الديرو الباليفيزوماب ده تمام? طيب ده بالنسبة ليه? السهلة اعتقد ما فيهاش حاجة. هو بس اللي بيفرقها عن الكروب ان الانفكشن هنا او الانفكشن هنا حصل في البرونكيولز اللي هي السمول ايرويز وانه هو بيبقى معاها ويزيس واللونج بيحصل لها آآ هايبر امفليشن او بيحصل لها انفيزيما و هنا بيبقى ممكن يبقى في كومبيليكيشنز اشهرها اللي ممكن يحصل second bacterial infection والحاجات دي كلها يعني هي يعني دي الحاجات اللي بيتميز البرونكيولايتز. طيب بعد كده خدنا سلايت كده عن حاجة اسمها الويزيشست. وقلنا يعني اه امتى اسمع او امتى اسمع صوت تزييق في ايه لو سمعت صوت تزييقه في تزييقه دا شكلتني ان الشخص دا عنده ايه قلنا في حالتين اول حاجة ممكن يكون السبب بتاعت تزييقه دي بلمونري يعني حاجة في اللونج ذات نفسها او حاجة يعني حاجة مالهاش علاقة باللونج يعني حاجة برا وهي اللي عملت دي خلاص طيب اول حاجة اه الحالات المشكلة في اللونج برونكيولايتس انفرواميشن في البرونكيول زي ما احنا اتكلمنا عنها دلوقتي والبرونكو نيمونيا نيمونيا برده ده بيبقى في الالفولاي او وممكن يكون برونكيا الازمة تهتها بحرف بالبيهو وفورام بادي فيها حرف ب encouraging بردو تمام طيب الاكسترا كانت ممكن يكون ايه ممكن يكون ممكن يكون هارت تفلير ممكن يبقى اجرد ممكن يبقى حاجة اسمها سيستيك فيبروزيس او اوريستي حاجات دي كلها بتأدي له آآ مشاكل في اللانج وبيحصل تمام? طيب. آآ اول حاجة عندنا آآ اول حاجة آآ قلنا زي ما فيه اعراض زي او اشهر حاجات اللي بتحصل في اللانج وبتعمل اللي هو البرونكيورايتس ده زي ما قلنا في اللي هي مشاور عليها دي. تاني حاجة البرونكي نيمونيا الفرق ما بينها وبين برونكيورايتس نيمونيا بتحصل في اللانج برينكيورايتس دي خاصة يعني. تمام? طيب آآ البرونكيا الازمة برضو دي من اشهر حاجات اللي بتعمل آآ ويزي شست تمام? البرونكيا الازمة ايه الفرق ما بينها وبين دول? ان البرونكيا الازمة اللي بيداية الارويز هنا الموسلز. الموسلز. آآ نتيجة نتيجة ان الارويز بتبع فيها يعني حساسة جدا لاي او اي ستيمولوس فنسيجة الحساسية المفرطة دي بيحصل انفلاميشن وقتها لذلك الموسلز بيحصل فيها الموسلز اللي هي بتحوط الارويز دي بيحصل فيها كونتراكشن فبتضيق الاروي وبيتجمع في الجوه الجوه ده كله فده بالنسبة لبرونكيا الازمة الفرق ما بينهم يعني. طيب آآ خدنا اول مثال بقى واهم مثال في الحاجات اللي بتعمل ويزي شست اللي هي ايه? اللي هي البرونكيا الازمة آآ من الحاجات المهمة جدا والاسئلة فيها بتبقى كتير جدا في الامتحان آآ اول حاجة البرونكيا الازمة يعني ايه بقى? برونكيا الازمة قلنا برونكيا الازمة معناها هو عبارة عن آآ كرونيك انفلاماتوري ايروي دي سيز تعميم يعني هو بيحصل وكرونيك غالبا بيبقى كرونيك يعني بيجي الفترة طويلة وآآ بيبقى رسيجة هايبر اكتيفيسي للإيرويز ده بيحبه فيها هايبر اكتيفيسي آآ لأي فيريس استيمولاس يعني اي استيمولاس يجي في الإيروي او اي الطفل ده لما يشم اي حاجة غريبة عليه دي بتعمل حاسيسية مفرطة عنده في الإيروي والإيروي ده بيتجمع فيه او بيضياء وبيحصل زبازم في المصر زي حواليه فبيضياء وبيتجمع جوام يوكس وفليويدز تمام طيب ده بالنسبة ليه آآ قلنا انه وبيحصل بعد سن سنة خاصة التفلي يعني عنده سن اكتر من سنة وبيحصل في الميل اكتر من الفيميلز طيب بعد كده آآ بالنسبة للكلاسيفيكيشن قلنا انه في وفي انترينسيك قلنا الاكسترينسيك ده بسميه لإسم تاني وقلنا كلمة معناها انه في حصل آآ نسيجة انه في جسم غريب او في ستيموليس او دخل خلاص ده بيجي خاصة في وبيحصل في آآ جينيتك امبوريومينتر ري اكشن للارجين وبيحصل اميون ميكانزم بتحصل تامن تامن وبيخرج فيه لكن الانترينسيك هي دي بتيجي في سن وما بيبقاش سببها آآ او حاجة لا بيبقالها اسباب تانية وما بيبقاش في اميون ميكانزم خلاص طيب آآ بالنسبة بقى ليه آآ باصل جينيسيس بتاعتها آآ سهلة قوي مفاش حاجة ان هو اول حاجة ده او الجسم الغريب ده آآ لما الشخص او الطفل ده بيشموا سواء كان مثلا اتربة او آآ حبوب لقاح او مثلا شعر قطة او كلاب او اي حيوان يعني او خد دوة معين عمله الحسية دي او اي حاجة يعني عموان بتعمله آآ استيمولاس كاستيمولاس يعني الاستيمولاس ده بيخش الايروي فبالتالي هو تظهر جسم غريب احنا قلنا الايرويز في الطفل اللي عنده برونكيا الازمة بتبقى هيبر سينستيب فبيحصل انجين انتيبادي ري اكشن على الممبرين او السطح بتاع الماست سيلس فالماست سيلس دي نتيجة الانجين انتيبادي ري اكشن دي بترابشر وتطلع ايه وتطلع الانفلاماتري آآ ميدياتورز اللي فيها زي الهيستامين والبروستا جلندن والحاجات دي كلها حاجات دي طبعا لما بتنتشر في اللانج دي بتعمل برونكوز بازم وبتعمل آآ ميكوز الاديمة وبيزيد الانترا اليوم ناسيكريشن بيقدر في الاخر لا بالنسبة لايه ده بالنسبة الباصيجينيس طيب بالنسبة بقى لديجنوزز بتاعة برونكوز الازمة احنا قلنا عشان نشخص ازمة لازم نشخص حاجة كتير اول حاجة ان احنا نقدر نشخص الازمة ذات نفسها او نقدر نعرف ان الطفل ده فعلا عنده اعراض ازمة مش اعراض اي حاجة تانية تانية حاجة ان احنا نعمل اه للازمة دي هل هي اكيوت ولا كورونيك ولو اكيوت اي هي بتاعتها يعني هو في اي ليفل من الاكيوت ولو كورونيك هو برضو في اي لفل من الكورونيك وكمان اخر حاجة نعرفها ان احنا نعرف نعمل ديفرينشال دياجنوزيس للازمة تمام فده بالنسبة للدياجنوز اول حاجة بيبقى عن طريق السيمتوم والساينز يعني انا دلوقتي نعايز اعرف الطفل ده عنده بس ازمة ولا لأ عن طريق الاعراض اللي ظاهر عليه والحاجات اللي انا شايفاها تمام السيمتوم زي مسلا الاعراض اللي بيجي تشتكي بيها او مامة الطفل بتشتكي منها انه هو الطفل ده بيبقى عنده كحة وويزس زي اي حاجة فايلي ما يزلي بقى ولي خلينا تأكد ان الاعراض دي بتاع برونكيا الازمة اه هنعرف بقى ايه الحاجات دي بالتفصيل في الاسطايتز الجاي تمام طيب اه بعد كده اخر حاجة تكلبنا عنها في البرونكيا الازمة اللي هو اه قلنا ان احنا بنعالج البرونكيا الازمة طبعا اه اما بنعالج الاكيوت ياما بنعالج الكورونيك تمام بيبقى عندنا نوعين من العلاج لو انا حددت ان هي اكيوت او كورونيك عشان كده مهم ان انا حدد عشان خاطر اقدر امشي على طريقة علاج معينة اول حاجة اه بدي طبعا جلسات زي الاسال بيتامول ده برونكو دايليتور تمام اه لو الطفل ما تحسنش بعمل ريبيت للجلسة دي وبضيف عليها ايبراتروبيا تمام اه وبرده ممكن ندي هيدروكورتيزون معاه طيب الطفل برضو ما تحسنش ساعتها بقى خلاص ده ده حالته صعبة شوية فمحتاج جيجي المستشفى بجيجي المستشفى وبحطه على مونيتور وبعمل واتديره اكسجينيشن وبعمل الخطوة تانية تانية اللي هو انه ادي اه سال بيتامول وابراتروبيا مهيدروكورتيزون تمام طيب ما تحسنش ساعتها لأ خلاص ده يبقى حالته اصعب فساعتها بجيبه الاي سي يو تمام اه يجي لعناية وبرده بحطه على اكسجين بديله اكسجين وآآ وقلنا بدم اي سي يو فبيبقى فيه تلات حاجات بحرف الاي اللي هما الاي في سترويدز واي في اماينو آآ اماينو في اللين وكمان آآ انفيوجن للسال بيتامول يعني بدي سال بيتامول بس انفيوجن كده بالتنقيد آآ وبدي برضو سال بيتامول كجلسة تمام نيبولايزر تمام وآآ بدي برضو الماغنيسيام صالفيت تمام طيب آآ ده بالنسبة ليه لو جيه الاي سيو طبعا لو تحسن كان بها لو ما تحسنش خلاص الطفل ده آآ بيتحط على حاجة اسمها وده بحطه عليها لو كان بتاعه اقل من خمسين ولو اكتر من ستين تمام طيب آآ ده بالنسبة للاكيوت طيب الكرونيك بقى اتاك قلنا الكرونيك اتاك عشان ما تلغبطش آآ احنا بنسكمها في حاجة كده اسمها ايه بيدو جالو فلو بعد ما شرب مع مونتيوزوفي اللي ترسودة في المعمل والسر مع مين طب يعني ايه بقى الاسكيمها دي اول حاجة كلمة بيدو دي اول حاجة بتدهله بتديره آآ البادسونايد ده يعني بتطور آآ كورتيكوسترويد بتديره عن طريق الانهاليشن بعد كده الفلو اللي هي برضو الفلوتيكازون ده برضو نوع من الواع الانهيلد كورتيكوسترويد فانا اول حاجة بتديها بادسونايد او آآ بادسونايد وفلوتيكازون تمام دون طيب آآ بعد كده اللي هو اه تمام المونتي دي اللي هو ايه المونتي وزوفر المونتي لوكاست وزفر لوكاست. اتنين دولنوا من اللي عنا بسميها خلاص يبقى مونتي وزوفر ل3000 يبقى مونتي لوكاست وزوفر لوكاست لتر دي اللي هي نوع من انواع اللترا اللي هما ليكو ترايان ريسيبتور انتاجوريس تمام طيب السودة اللي هو السوديوم. تمام? آآ السودي ده اللي هو السوديوم كرومو جلايكيت. ده من نوع انواع المصد سيل استابيلايزر. وفي المعمل معمل يعني لاب. فبدي كمان حاجة اسمها لابة. لابة اللي هو لونج اكتنج بيتا تو اجنست. والسر اللي هو اس اار امانو في اللين اللي هو ساستين دي ريليس للامانو في اللين. اللي هو مع امين. اللي هو الامانو في اللين. تمام? طيب ده بالنسبة للسكيمة بتاع الكوروريك وممكن بضيف عليهم انتي اي جي اي. آآ اللي هو انتي اميون جلوبيلن اي. ولكن استخداماته مش كتير او. ده بالنسبة ليه? ايه? البرونكيا الازمة. آآ آآ ده اختصار سريع ومراجع سريع البرونكيا الازمة. بس انا هاوضح بس او هنفسر حتة ايه? ازاي ندياجنوز برونكيا الازمة. احنا قلنا اقول حاجة بنعمل دياجنوزس لبرونكيا الازمة ذات نفسها. يعني اللي بيميزها بقى او يخلينا نميز ان دي برونكيا الازمة مش حاجة تانية ان الاعراض دي بتبقى يعني بتجيله على طول. وبتبقى بعد ما الطفل ده يتعرض لبقى آآ للألرجين معين سواء شم تراب او ما بتو تيجي تقول ان هو شم حاجة غريبة او خد دوة او عمل اكسرسايز او بزا موجود يعني خد اسبرين مسلا آآ فيه مسلا برضو اللي بيميزه ان الاعراض دي بتجيله بالليل بيقى فيه نكتورن القف وبيبقى فيه بوستفام دي يعني الاعراض دي جات لاخوه قبل كده جات لحد من قريبه قبل كده لانها متوارسة وكمان بترسبوند برونكو دايليتور يعني انا اديت له يا دكتور برونكو دايليتور معين بعدها بقى كويس بعدها بيأكد لان دي ازمة وآآ زي ما قلنا ان هي بتزيد بالاكسرسايز تمام طيب آآ دلوقتي انا خلاص انا عارفت احدد ان هي دي برونكو الازمة عن طريق السيمتمز والساينز آآ ساعتها بقى ايه عايزة احدد بقى ازا كانت اكيوت ولا كورونيك آآ ببص على شكله وكلامه آآ يعني انا ببص عشان حدد اكيوت اول حاجة يعني عايزة حدد ان هي اكيوت فطبيعي الاعراض اللي جايله دي صادن اتاك يعني لهو اكيوت يبقى ايه يبقى الاعراض دي صادن اتاك تمام يعني الاتاك ده جالهم مرة واحدة خلاص فانا عايزة احدد بقى اي درجة من درجات الاكيوت بالزبط ساعتها اول حاجة ان انا مفروض ابص عليها ابص على شكله شوف شكله عامل ازاي لونه لون بتاعه عامل ازاي وكمان هشوفه بيتكلم كويس ولا لا وبسمع يعني ببص برضو عشست بتاعه وبسمعه بالسماعة واشوف برضو لو سمعت احدد الويزيز دي وفي الاخر بطلب تمام طيب مبدأين كده في الصادن اتاك اه قلنا اول حاجة اه احنا عندنا تلات درجات اول حاجة لو لقيت الطفل ده بوسط عليه لقيت بتاعه نورمال كالر وبيتكلم كويس جدا يعني بكلم جمل عادي وما فيش اي ارتابلتي اه ولو جيت ابص على واحسب النفس بتاعه لقيت النفس بتاعه يعني اه كويس يعني هو بس اه خلاص زايد اقل من تتين في المية فده مش اه مش كتير قوي خلاص بيه بس موال التكيبنة كده وما فيش لما بص على الشيست ما فيش اي اه بالنسبة الاكسباراتري الويزيز قصدي لما بسمعها بتبقى مع الاكسباراتري ويزيز ولو كمان عملت اه برمانري فانكشن هلاقي البيك اكسباراتري فلوريت حوالي سبعين في المية او عالى من سبعين في المية فده دي اعراض تدل ان هو عنده ميلد اكيوت ازمة ميلد اكيوت ازمة تمام طيب اه لكن مثلا لو برضو بوص عليه لقيته ان هو بيل شوية وبيتكلم بس بيتكلم يعني كلمات بسيطة اه في يعني بس اه حاجة بسيطة برضو اه لو وفي تكيبنية برضو يعني زايد من تلاتين لخمسين في المية وبيبقى فيه مالة انتركوستر اتراكشن ولو لقيت كمان الويزيز بتاعته اكسباراتري سماعة في الحالتين ولو شفت البيك اكسباراتري فلوريت اربعين لسبعين زايد اهالي اربعين لسبعين اه قصدي يعني نسبته اربعين لسبعين فده يدل ان ده عنده مدرة ايه اكيوت ازمة مدرة اكيوت ازمة تمام طيب لكن لو ببص لقيته الطفل ده سيانوتك عنده سيانوزس ومش قد يتكلم خالص وفيه سيفير اريتاباليتي وممكن يكون فقد الوعي بتاعه اه في سيفير تاكبنيا زايد اكتر من خمسين في المية ده نسبة كبيرة جدا وكمان مفيش ويزيز ممكن ما لقيش ويزيز او اصلا حاجة بسيطة خالص دي حاجة بسميها ان هو الطفل ده مسامع عليه ويزيز ولا فممكن افكر دي حاجة كويسة ان ما فيش ولكن دي حاجة وحشة ده خلاص الطفل ده وصل لمرحلة آآ فالبيك اكسباراتري فلوريت لو لو لقيته اقل من اربعين فده خلاص ده طفل آآ عنده حاجة اسمها سيفير اكيوت ازمة او حاجة الاسم التاني ديها اللي هو تمام دي مهمة جدا مورديني آآ لازم عشان خاطر اعرف دي مهمة عشان خاطر لو جاب لي آآ كيس والكيس دي طالب منك انت تحدد هي ميلد ولا مدرت ولا ايه ولا سيفير تعرف كل حاجة بتميزها ايه وايه وحاول تفرق ما بينه تمام طيب بعد جدا عندنا الكرونيك اتاك بقى كرونيك اتاك آآ احنا قلنا برضو آآ هو دي جريز آآ وحنا قلنا طالما كرونيك يبقى الاعراض دي بتجيله كتير بقى لها كتير يعني الاعراض دي عنده بقى لها كتير آآ فاهم حاجة حدد بقى هل الاعراض دي بتجيله بشكل متقطع ولا بتجيله بشكل دائم وهل مسلا بتجيله الصبح آآ يعني مسلا لو بتجيله بشكل دائم بتجيله بالليل اكتر ولا الصبح اكتر وكم مرة في اليوم خلاص ده برضو مهم اعرفه تمام طيب اه لو الاعراض مسلا بتجيله الصبح بس اقل من ثلاث مرات في الاسبوع لو لو مام الطفل قالت الاعراض دي بتجيله الصبح اه طب بتجيله كم مرة اه الصبح قالتك مسلا في الاسبوع حوالي ثلاث مرات او اقل من ثلاث مرات خلاص وكمال لما تجي تسألها بتجيله الاعراض بالليل قد ايه فهتقول لك مسلا يعني قليل خالص اقلي متعة مرات في الشهر. تمام. فلو بتجيله.واقلي متعة مرات في الاسبوع والصبح. وقلي متعة مرات في الشهر بالليل. فاااا. وكمان لو جيت اعمل له بلمان stitch. عشان اشوف. الصبح وبالليل. واتروح من بعد ممي يجب كان اقلي اجلسين في المناة. ده خلاص يبقى عنده كرونكYkazma. فはい كرونكYkazma. والتPolaituy يعني هي ازمة مائلد. وانترميتنت عشان هي بتجيله على فترات ايه بعيدة. طيب لو امامتو قالت ان الاعراض دي بتجي الصبح حوالي تلات مرات او اكتر من تلات مرات في الاسبوع. وبتجيله في الشهر اكتر من تلات مرات في الشهر. اه والبيكيكسيبراتي الفروريات لقيته تمانين. تمام? اصدي اقل من تمانين يا اه سوري تمانين. والباريابلتي ما بين الصبح وبالليل من عشرين لتلاتين كده. لما ده مائلد برزيستنت. مائلد برزيستنت اه ازمة خلاص. طيب لو الاعراض دي بتجي الصبح كل يوم. وبتجيله حوالي اكتر من مرة في الاسبوع. الصبح. اه اصدي يعني اكتر من مرة في الاسبوع بالليل. يعني دلوقتي لو الاعراض دي بتجيله الصبح كل يوم. يعني هو بيجيله اعراض الازمة دي كل يوم الصبح. وبالليل بتجيله اكتر من مرة في الاسبوع. والبيكيكسيبراتي الفروريات حوالي تمانين لستين. والباريابلتي ما بين الصبح وبالليل اكتر من تلاتين فده خلاص ده دليل ان هو عنده مدرد ازمة طيب لو الاعراض دي مستمرة كل يوم عادي الصبح وبالليل بتبقى متكررة البيك اكسبارات قل من ستين والفريابلتي ما بين الصبح وبالليل اكتر من تلاتين ده برضو يبقى ازمة خلاص طيب ده بالنسبة للديجنوزز بتاع الكورونيك اتاك نحفظه كويس وانا بعارفين الفرق هي شوية ارقام بس لازم احفظه تمام يبقى عشان نحدد الميلد انترميتن بيبقى ايه اقل من 3 اقل من 3 تمام والبيك اكسبار نحفظ ان هو اكتر من ايه من 80 الميلد برزستنت اكتر من 3 اكتر من 3 تمانين بيتامانين طيب المودريت بيبقى ديلي ديلي السمتم زي لي بتيجي الصبح واحد خلاص بنمدق ايه النسبة بتزيد اكتر. خلاص. طيب. ده بالنسبة لايه? ده بالنسبة بس الاعراض اللي هي بتجيلهة بالليلة بتبقى كل اسبوع يعني. بتجي مرة اه بس كل اسبوع. تمام? بنقل المد. طيب. بقى اه انه هو الاعراض بتبقى الصبح وبتبقى بالليل. والبيك اقل من ستين دي برضو حاجة بتميزه. انه هو بالسفير. تمام? طيب ده بالنسبة لايه? ده بالنسبة للايه. طيب. بعد كده ده بالنسبة على الازمة. هنأتكلمن على على البرونكيةotzdem هندخل بقى في آخر معاهنا اللي هما هي اللي هما النيمونيا تمام والاتنين سهلين يعني آآ النيمونيا آآ بتاعها احنا قلنا ده عبارة عن ايه عبارة عن انفلاميشن بييجي في اللانج برنكما يعني اللانج برنكما اللي هي آآ Done تمام? البداية تعالى بيحصل فيها فدي بيسميها نيمونيا تمام? طيب آآ بتاع النيمونيا قسمناها على حسب السبب آآ اول حاجة ممكن يكون السبب و لو قلنا يبقى ايه هي اما بكتيريا لي اما نون بكتيريال تمام و قلنا ان اشهر حاجة بتعمل اللي هي بكتيريا زي نيومو كوكايا واستريفتو كوكايا واستفيلو كوكايا و قلنا الجرام نيجيت في بكتيريا اللي هي الهيموفلس انفلوانزا و الكليبسيلا تمام راجعوا الفيديو كويس او راجعوا معي في الكتاب ان هون اللي هي النوم بكتيريا القوزس سوري آآ النوم بكتيريا القوزس زي ايه ايه هي اما فيروس زي الريس بيروس والادينيوفيروس وفي حاجة اسمها مايكو بلازمة ده نوع من الواع البكتيريا بس ما عندهاش من برين فعشان كيف حتناه في النوم بكتيريا القوز ممكن برازاتك زي توكسو بلازمة او فانجل طب النوم بقى زي ايه ان هو يبقى عنده آآ عمل لأكلة معينة عملت آآ او خلاص او شخص ده والتفل ده عنده او في حاجة اسمها خلاص اتكالبنا عنها بردو دي الاسباب اللي هي الاسباب طيب اللي ايه ده على حسب المكان اللي بتيجي في النومونيا قسمناها اللوبر نيمونيا وبرونكو نيمونيا وانترستيشال نيمونيا قلنا اللوبر نيمونيا دي بتيجي في لوب من او اكتر من لوب خاصة الموضوع بيبقى يعني في ناحية واحدة والسبب بتاعه بيبقى ميلي باكتيرير قلنا البرونكو نيمونيا دي بتيجي بايلاترال تمام آآ وبردو الانترستيشال نيمونيا بتيجي بايلاترال الاتنين بايلاترال ولكن البرونكو نيمونيا بيبقى فيه انفلاميشن في البرونكالتري والالفيولاي الاتنين مع بعض الانترستيشال نيمونيا لأ بيبقى في الليسبيسيس اللي ما بين الالفيولاي وبعضها طيب البرونكو نيمونيا بتيجي في آآ السبب بتاعها بيها بكتيريا او فيرل لكن الانترستيش الليمونيا السبب بتاعها ميلي فيرل تمام طيب ده بالنسبة للتقسيم بتاعتها طيب ازاي نشخص الليمونيا قلنا نشخص الليمونيا عن طريق نحن نعمل دياجنوز للليمونيا لتنفسها عن طريق الاعراب بتاعتها او ان احنا نعمل دياجنوز لها خلاص آآ قلنا دياجنوز للليمونيا عن طريق السيمتمز والسينز السيمتمز اللي هي بيع الطفل ده عنده وكف وشورتنس او بريس. ممكن يبقى فيه وميتينج وضيارية برضو. اللي بقى شوفها عليه انه بيطفل بقى عنده تاكبنية بيبقى برضو في انتركوستل بقى فيه خلاص. آآ وممكن يبقى في ايه? الاعراب برضو بتختلف على حسب نوع النيمونيا. يعني لو لوبر بلاقي فيه ضلنس في لوب واحدة او في ناحية واحدة. آآ بقى بسمع حاجة اسمها برونكي بريزنج. آآ بيفيه حاجة اسمها وبيفيه لوبرونكو نيمونيا بلاقي فيه لو الانتركوستل نيمونيا بلاقي فيه بيعمني مال جدا. آآ بيفيه ممكن اشوفها في الانتركوستل نيمونيا. تمام? طيب. آآ برضو لو هعمل مهمة افرقها من بين الحاجات التانية اللي ممكن تعمل اعراض شبهها. او افرق آآ للاسباب بتاع النيمونيا. آآ يعني افرق ما بين النيمو كوكل نيمونيا والاستفيل وكوكل والفايرل ومايكرو بلازما ده هشوفه في الجدو اللي جاي. طيب. آآ بعالج النيمونيا ازاي بتاعها? ان انا بعالج آآ خلاص. ده ان انا طبعا اجيب الشخص ده المستشفى خلاص. آآ وادي له اكسجين وادي له عشان الهايدريشن تمام? الدي هيدريشن يعني. ولو فيه او حاجة تديره طيب ان انا تدي ايه انتي بايوتكس. عالك بقى ابدأ عالك بالمضادات الحيوية على حسب ايه? على حسب الارجانزم اللي عامل النيمونيا دي. تمام? طيب زي ممكن اعمل سي بي سي و سي ار بي وكس ري وكالتشر. الكمبليكيشن ممكن يقى فيه كسراسك كومبليكيشن في الشست او اكسرا سراسك. كلمنا عنها برضو. آآ مهم الجدوة دا تعرفوا الفرق ما بين الواعي النيمونيا. انها النيمو كوكا النيمونيا على حسب الكوز اللي بيسببها النيمو كوكاي دي. دي المستقومن. او جانزم يعني. وبتيجي في سن تلاتة تمن سنين. وآآ بتبقى ميلة لغبر وممكن تبقى برونكو نيمونيا عادي جدا. وبيعليها جد برونكو موز. الاستفيلو كوكا آآ هي بتحصل في سن اقل من سنة. وبيبقى فيها سي بير برونكو نيمونيا. وبيبقى فيه حاجة مميزة لستريبتو كوكا. تمام? دي حاجة مميزة لستريبتو كوكا. تمام? الفيرل بقى سببها الار اس بي دا قوم الاستقوز للفيرل نيمونيا. آآ سن بتيجي في سن من سنة سلاتين. وبتبقى قبلها اعراض ابر ريس بيراتري تريكتي انفكشن. زي ريونايتس وكده. دي حاجة مميزة للفيرل. وبيقى فيه سيفير ريس بيراتري دستريس. وفيه مينيمال تشست فايندين ونيجاتف سي ار بي ونيجاتف بكتريا. ده دالين هي فيرل. طب المايكو بلازما بقى المايكو بلازما آآ اللي بيسببها حاجة اسمها مايكو بلازما نيموني. دي نوع من انواع البكتريا بس ملهاش من برين. بتيجي سنة خمسة خمساشر سنة. وسن وبيبقى فيها معها درايز باسمود القاف. ومبقاش في فيفر. او ريس باستريس. بقى ممكن نلاقي كريبتيش. آآ بيلاقي فيه حاجة مميزة بقى فيه زيادة للتزر بتاع حاجة اسمها دي المايكو بلازما انتي بودي. تمام? طيب ده بالنسبة للجدول ده مهم. طيب اخر حاجة معنا اللي هي البلوريزي. البلوريزي اتكلمنا عنه قلنا بتاع ده في اللونج بلورا سهل جدا. وقلنا بتاعته عندنا في حاجة اسمها دراي بلوريزي. وفي حاجة اسمها بلورا وامباييمة قلنا ما فيش سيكريشن البلورا بيه فيه سيروس بيه في بس. بعد كده اتكلمنا على الاسباب قلنا اسباب ممكن يبقى في بلورا ماشي اي مشكلة في البلورا آآ او بلمونري كوز او كارديا وشيستوول مشكلة في الشيستوول او مشكلة في الدايفرام في مثلا آآ وفي ان بي بتقول ان هو البكتيريا النيمونيا هي لبلورا او البلوريزي عموما خلاص يعني البكتيريا النيمونيا او البكتيريا النيمونيا اشهر حاجة بتعمل ايه تمام? طيب آآ بعد كده قلنا اتكلمنا عن قلنا ان هو بيبقى فيه على حسب النوع لو فيها درايب بلوريزي بيقى في شاستبين وكافر بلور حاجة اسمها بلورا لو في بلورا بيقى في فيفر وكافر آآ وفي بالج في الناحية اللي فيها دي آآ وبسمع بالسماع بلاقي في حاجة اسمها ده لما بقول يقول اربع اربع صوت بيبقى واطي ولو جيت عمل هلاقي فيه اتراكية حصل فيها آآ وفيه وفيه تمام؟ التريتمنت بقى 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 اعمل تريتمنت لكوز اللي سبب ده خلاص آآ وكمان ممكن ادي عشان خاطر المسكن كلاما الولا مسكن عشان لو فيه شستبين ادي اكسجين ممكن اعمل بالتيوب عشان لو فيه خلاص وادي برضو آآ خلاص ادي طيب الانفستيجيشنز بقى اللي بعملها ممكن اعمل اكسي ري ده اساسي وبعمل حاجة اسمها سراكوس انتيزز سراكوس انتيزز دي انه نسحب الفليود اللي موجود آآ في البلورا تمام؟ طيب ده بالنسبة لالبطرزي آآ وكده احنا خلصنا الشابتر تمام؟ سريعا دي مراجعة سريعة قبل الامتحان هتمنى اكونوا استفدتم لو حد عنده اي مشكلة يقول في الكومنتات اشتركوا في القناة